اهلي في ايه يا عم? الاهلي بيفلت من خسارة قدام اه شباب الازداد الجزائري. يعني احنا بنقول المنتخب وبتاعه اه اه هيعوضنا بقى النادي الاهلي بقى ونرجع نشوف بعد شهر وتوقف تقريبا. نرجع نلاقي المنظر ده. يعني مش ممكن. النادي الاهلي النهاردة بيفلت من هزيمة قدام الشباب الازداد الجزائري. واحنا كنا ندخلين مبارا دي قلنا بقى هنكسب التلات نقط. وهنتصدر. احنا كده كده متصدرين مجموعة نعم. ولكن يعني هجل عن اه النهاردة اه فين الفرص فين اللعب. مفيش مقعدش لعب النهاردة. اللعبة مش موجودة. اللعبة مجايتش اصلا يعني. اه النهاردة يعني لو لو هنقول على مكسب فهو المكسب اللي انا كسبناه و اه مصطفى شبير النهاردة صدوله خمس كورة على حاجة. يعني هه مش اختبار جامد قوي يعني ولكن برضو انت طمنت على حراسة المرمى يعني. بشكل يعني مبدئيا يعني. لكن فين الاهلي ما جاش. فين اللعيبة مجاتش يعني. ياسر اه النهاردة ولا مين? ياسر تقريبا و مصطفى شبير تقريبا هما اللي كانوا في المكسب. بقيت اللعيبة في البطاطة. فين اللعيبة مش موجودة. مستوى سواء على المستوى الفردية او الجامعة مفيش. مفيش اللعيبة مجاتش النهاردة. و اه يعني ربنا سطر ان احنا ما شناش اه ما خسرناش التلات نقط يعني. خدنا نقطة اه بالتعادل والكلام ده ولكن اه هتجي تسألها يا حد ايقلك يا عم برا اردنا. ماشي يا سيدي برا اردنا. ولكن اه قدريين ان احنا نكسب. عموم انا اللقاء وخفيكم صراحة الماش نخارها يعني. ولكن قدامنا ماتشين تانين في المجموعة دي. احنا متقدرين أه المجموعة ولكن قدامنا ماتشين تانين ماتش بتاع meidyama دا واماتش بتاع اه الفرقة التانية متع انجولا دي. اه بشاب اه الفرقة التانية متى انجولا دي اسمها ايه? اسمها يونج افركنز? اه عشان نخلص من الحدودة دي ونصعد نخلص من الحدودة دي ونصعد رسالة اللي عبت النادي لأهلي شدوا حيالكو شوية شدوا حيالكو كنتوا بقى انتخين ماشي بس شدوا حيالكو عشان ايها موضوع مش نقص مش عبق ايها منتخب مصر والاهلي كمان خلاص وصلوا اجريعان الرسالة دي للعيبة وقلنا من العجبكم النهاردة من لعيبة الاهلي ومنكن خرة بصراحة انا شايف الماتش كله خرة في خرة يلا مساءكم خرة